هذه قصة من قصص الفرج بعد الشدة وهذا هو كتاب للتنوخي كان أبو الحسن تاجرا كثير الربح كثير الإنفاق وكان يعيش في بغداد ولكرمه المشهود كرهه الوزير أبو القاسم وظن له مالا عظيما فطمع فيه فحبسه وحبس ابنه معه حبسهما في حجرة ضيقة وأخذ يمنع عنهما الطعام حينا ويخرجهما إلى الشمس حينا حتى يقر بالمكان الذي يخفيان فيه الأموال لكن أبو الحسن هذا السجين أما أبو القاسف هو لزير أبو الحسن لم يكن ذا مالا عظيم كان ينفق ماله أولا بأول وطالت المحنة بهذا التاجر وبابنه وظل الناس في بغداد يتألمون لحالهما ويتذكرون سخاء التاجر اشتد غيظ الأمير لما يسمع ولما يتلقى من شفاعات في التاجر وابنه أما حراس السجن فكانوا يسعون قدر استطاعتهم في التخفيف عنه وعن ابنه فبعث التاجر مع أحدهم رسالة إلى تاجر آخر في المدينة يطلب فيها منه أن يقرضه ثلاثة آلاف درهم وحضر المال إلى السجن أراد التاجر أن يفرقه على الحراس فامتنعوا ولم يأخذوا درهم فسأل عن السبب ألم يسمع جوابا ثم قال له الحارس الموكل بالباب نستحي أن نأخذ منك شيئا ونحن نعلم ما نعلم فقال له التاجر ويحك ما الذي تعلمه فقال الحارس قد أمر الوزير أن تقتلى عند الفجر فاغتم التاجر وابنه غما شديدا وإذ سمع التاجر كلمة القتل تذكر صوفيا فقيرا كان قد أحسن إليه ودع له الصوفي دعاء قال فيه اللهم إن أبا الحسن قد أحسن إليه لوجهك الكريم اللهم فاقبل دعاءه وحول السيف عن عنقه إلى عنق عدوه تذكر التاجر تلك الحادثة فرافع وجهه إلى السماء وقال يا رب الوزير ظلمني وأنا بين يديك فاحكم بيننا وظل يدعو بهذا الدعاء لا يزيد عليه حرفا حتى مضى الليل ومع أول شعاع من الفجر قعقعت أبواب السجن وسمع التاجر وابنه حركة منكرة أما التاجر فوقف وتنشط لقوة الأمل وأما ابنه فأيقن بالموت وخارت قواه فتح الحرس الأبواب وبأيديهم الشموع وهم يصرخون أبشر أبا الحسن أبشر وعلى باب السجن كان حرس آخرون يحضرون الوزير مقيدا فقد أمر به الخليفة أن يسجن لخيانة بلغته عنه عظيما ولم ينقض اليوم حتى كان التاجر وابنه في البيت ثم لم تمضي ثلاثة أيام حتى قتل الوزير في سجنه والله أعلم